الحمد لله رب العالمين ليلة الاثنين ليلة الثلاثين من رجب لعام تسع وثلاثين واربعمل ألف الموافق ليلة السادس عشر من الشهر الرابع لعام ثمانية عشر والفين وما زلنا في كتاب النكاح وقد بلغنا باب في شروط الشروط في النكاح باب في الشروط في النكاح الشروط في النكاح يختلف عن شروط النكاح الشروط في النكاح يختلف عن شروط النكاح شروط النكاح لا صح النكاح إلا بها كالقبول والإجاب ورضا الزوجين والولي على من قال بشرطية الولي لكن شروط في النكاح يعني المراد الشروط التي يشترطها كل من الزوجين على الآخر بشرط أن تدفع كذا بشرط أن تسكنها مكان فلان بشرط أن تفعل كذا بشرط أن تجيد الشيء فلاني بشرط أن تكون بكرم بشرط أن تكون ولودا مثلا يعني أي شرط يراه أحد الطرفين يشترطه على الآخر حتى يتم الزواج ففرق بين شروط الزواج أو شروط النكاح التي لا يصح النكاح إلا بها وشروط في النكاح وهي التي يشترط أحد الزوجين على الآخر نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا ومشايخنا وجميع المسلمين اللهم عمدنا قال الشيخ صارح الفوزان حفظه الله تعالى باب في الشروط في النكاح المراد بالشروط في النكاح ما يشرطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة ومحلها ما كان في العقد أو اتفق عليه قبله وهي تنقسم إلى قسمين صحيح وفاسد محلها إما عند كتاب العقد يكتب كل منهم الشرط الذي يريده أو قبل أن يبلغوا العقد يكون إيش بينهم اتفاق على الشرط الفلاني نعم أولا الشروط الصحيحة في النكاح فمن الشروط الصحيحة عند الأكثرين إذا شرطت عليه طلاق ضرتها لأن لها في ذلك فائدة وقال البعض الآخر من العلماء بعدم صحة هذا الشرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها والنهي يقتضي الفساد المراد هنا إيش بالأخت يعني زوجة الرجل مش أختها يعني شققتها ولا أختها لأب ولا لأم ولا من الرضاع لأن أصلا لا يجوز الجن بين أختين ولكن المراد هنا أن لا تشتري الطلاق أختها تقول أنا أوافق بشيطنا تطلق ضرتي هذا لا يجوز واضح وقول لتكفأ ما في إنائها يعني حتى يخل لها كل النفقة أو كل البيت أو كل تركة فيما لو مات الزوج هذا هو المراد نعم حتى يعني تحظى بأكبر قدر من ما يملكه الزوج نعم ومن الشروط الصحيحة في النكاح إذا شرطت عليه أن لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها فإن وفى وإلا فلها الفسخ لحديث أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج أيوة هنا له اشترطت أن لا يتزوج عليها هذا شرط صحيح هو التقدم للزواج قالت أنها موافقة على الزواج لكن الشرط أن لا تتزوج عليها إن وافق على ذلك أو أن لا يتسرى أن لا يأخذ مملوكة يتسرها إن وافق على ذلك فالشرط صحيح طيب في حالة لو أنه بعد ما تزوجها وقد وافق على هذا الشرط ذهب وتزوج عليها في هذه الحالة من حقها أن تطال بفسخ العقد إن لو طالت بالطلاق يمكن ما يطلقها المخالعة ما عندها ما تدفع له حتى تخالع لكن هو قد أخلى بالشرط فترفع نفس القضاء فالقاضي ينظر فعلا قال اشترطت عليه أن لا يتزوج عليه والآن قد أخلى بالشرط فالقاضي يفسق العقد كأنه لم يكن واضح؟ يعني فسخ العقد يعني حل العقد اللي بينهما بسبب تعثر أو بسبب عدم تحقق الشرط الذي اشترطته عليه نعم وكذا لو شرضت عليه ألا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط ولم يكن له إخراجها إلا بإذنها صح قد تكون مثلا هي عندها دار أو ساكنة بيت والدها أو عند والدتها مريضة قد موافق على الزواج غير أنها لا تنتقم هذا البيت أو موافق على الزواج غير أنها لا تنتقل إلى بلد آخر هذا يحصل في بعض الناس يذهب إلى بلاد يتزوج تقول ما أذهب معك إلى بلادك أجلس هنا أجلس معنا أو تردد علينا ما أذهب أنا جالس في بلدي فإذا موافق على هذا الشرط واجب عليه الالتزام به لو أخلى به من حقها تطالب بفسخ العقد نعم وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها صح هذا الشرط فإن خالفها فإن خالفه فلها الفسخ بعض النساء قد يقول لها أولاد من زوج سابق توفيها أو زوج سابق طلقها فيتقدم رجل يتزوجها فتقول شرط مع أولادي تضع لبيت وأولادي معي إن وافق على ذلك واجب عليه أن يلتزم هذا الشرط أو قد تكون لها والدة فتقول أنا موافق على الزواج لكن شرط والدة تسكن معي أو أنت تأتي تسكن عندنا أنا والدتي هذا كله وارده فإن وافق على هذا الشرط واجب عليه الوفاء به نعم ولو شرطت زيادة في مهرها أو كونه من نقد معين صح الشرط وكان لازما لو اشترطت زيادة في مهرها مثلا مهر المثل اللي من مستواها أخواتها بنات عمها بنات بلدها تزوج مثلا المهر خمسة الاف قلت لا أنا أريد ستة أريد عشرة تحب تحب ما تحب كيفك وافق على ذلك واجب عليه أن يمهرها المهر الذي اشترطت عليه نعم يجب عليه الوفاء أو من نقد معين قلت أن أريد ذهب أريد ألماص أريد فضة أريد من العملة الفلانية قد تكون في عملة ساقطة في بلد ما مثلا عندهم حرب عندهم مشكلة عندهم مشكلة اقتصادية فتغلاء أن أريد المهر بالدولار أريد المهر بالدينار من حق أو أريده ذهبا من حق ذلك إن وافق لازمه لازمه أن يلتزم ويدفع النهر ينقده بالعملة التي اشترطتها نعم وكان لازما يجب عليه الوفاء به ولها الفسخ بعدمه ولها الفسخ ولها الفسخ بعدمه أي أن تطال بفسخ العقد إذا لم يفي بالشرط الذي اشترطته عليه ووافق عليه نعم وخيارها في ذلك على التراخي فتفسخ متى شاءت ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه فحينئذ يسقط خيارها صح التراخي يعني لو أنه أخلى بالشرط ما طالبت في لحظة تتخلف إلى الشرط وإنما سكتت لكن هذا ما زال الشرطه قائما متى ما شاءت طالبت به تحقيق الشرط أو تطالب الفصل من حقه نعم إلا إذا دل شيء من تصره أو فعل أو قول على أنه تنازلت كما لو اشترضت ألا يخرجها من بلدها ثم قال إيش رأي تسافر معي إلى البلد فوافقت وذهبت بعد ثلاثة أربعة خمس سنة قالت لا أنا مشترضت عليك قال لا أخرج من بلدي طيب أنت خرجت وسكت ووافقت على ذلك الآن أثر رجعي لا لكن لو حصل شيء يعني من خلال بالشرط وسكتت على ناس تطالب فيما بعد يعرف الناس أنها سكتت مدة معينة تستطيع أن تطالب أما بعد ما خرجت من بلدها أربعة خمس عشر سنوات جاءت الآن أنا اشترضت عليك هذا يشمع لأنه وافقت لما خرجت أصلا نعم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل إذن يطلقننا فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط ولحديث المسلمون على شروطهم قال العلامة بن القيم يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح فإن المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض وكان إلزاما بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم هذا خبر لمعنى الإنشاء يعني كونوا على شروطكم أيها المسلمون أو بمعنى يعني هكذا ينبغي هكذا يجب أن يكون المسلمون على شروطهم إذا اشترط أحدهم على الآخر وجبعه على الآخر أن يلتزم بالشرط الذي اشترط عليه ووافق عليه نعم ثانيا الشروط الفاسدة في النكاح والشروط الفاسدة في النكاح نوعان الأول شروط فاسدة تبطل العقد وهي أنواع ثلاثة الأول نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته بشرط موليته أحسن عليكم وهو أن يزوجه موليته بشرط بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما سمي شغارا من الشغور وهو الخلو من العوض وقيل سمي شغارا من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول شبه قبحه بقبح بول الكلب وهذا النوع جعلت فيه امرأة بدل امرأة وقد أجمع على تحريمه وهو باطل يجب التفريق فيه سواء كان مصرحا فيه بنفي المهر أو مسكوتا عنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم منهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه وقال الشيخ تقي الدين وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة والصداق حق لها لا له وليس للولي ولا للأبي أن يزوجها إلا لمصلحتها وليس له أن يزوجها لغرضه لا لمصلحتها وبمثل هذا تسقط ولايته ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى لم ينظر في مصلحتها وصار كمن زوجها على مال له لا لها وكلاهما لا يجوز وعلى هذا لو سمى صداقا حيلة والمقصود المشاغرة لم يجوز كما نص عليه أحمد لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه الأخرى والشرع بين أنه لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة سواء سمى مع ذلك صداقا أم سمى أحسن الله سواء سمى مع ذلك صداقا أو لم يسم كما قاله معاوية وغيره وأحمد جوزه مع الصداق المقصود دون الحيلة مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق فإذا سمي انتهى فإذا انتهى فإذا سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل كامل بلا حيلة مع أخذ موافقة المرأتين صح ذلك لانتفاء الضرر هذا نكاح الشغار من أنكحة الجاهلية يأتي الرجل عنده بنت لآخر عنده بنت فيقول أزوجك ابنتي مقابل أن تزوجنا ابنتك لا الأول يدفع مهر ولا الثاني يدفع مهرا لا الأول يدفع مهرا ولا الثاني يدفع مهرا دفع كل منهم ماذا ليحصل على الزوال من ابنت الآخر ابنته فهذه المبادرة بهذه الطريقة لا تجوز لأن حين إذن المصلحة صارت للولي لا للمرأة والصداق قصنا وحق للمرأة حتى الزوج لا يجز له أن يأخذ من صداقها قال جلو وآت النساء صداقاتهم نحلة يعني فريضة فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فأخذوها هنيئا مريئا فأكلوها هنيئا مريئا فأكلوه هنيئا مريئا أما إذا ما طابت نفسها بالمال فلا يجز حتى الزوج الذي أصدقها هي فلوسه والذي أصدقها ما يجز أن يسترجع منها شيء إلا عن طيب نفس فبعض الأولياء قد يكون أب وقد يكون أخ وقد يكون ابن يزوج أمه مقابل ذاك يزوج ابنته أو أخته المهم أنه ولي للمرأة هاي سواء هو أب للبنت أو أخ للبنت أو عم للبنت فيقول له مقابلك تزوجني ابنتك أو أختك أو زوجك ابنتي أو أختي هذا لا يجوز ماضح ولو وقع هكذا فهو فهو نكاح باطم أنكحت الجاهلية طيب ماذا سميه شغار يقول سميه شغارا من الشغور وهو الخلوم من العوض الشيء اللي بدون عوض ما أخذو هكذا يسمى شغار وقيل إيش من شغر الكلب إذا رفع رجله اليابون شبها قبحه بقبح بول الكلب لأن هذا الفعل القبيح أنك أنت ما تدفع مهر تدفع بنتك بدأ المهر وذاك الرجل ما يدفع ابنته بدأ لا يأخذ مهرا لها فهذا لا يجوز وهو نكاح نكاح باطل كذاك لا يجوز إذا كان عن طريق الحيلة يعني هذا عنده بنت زوجها لفلان والمهر دينار والثاني لو أنت بعت تستاءل آخر زوجتك ابنتي والمهر دينار النار ما هو مهر فوضعه مهرا رمزيا من باب الحيلة وإلا حقيقة الأمر ماذا هو الشغار أحدهم أزوج الآخر بمقابل أن يزوج ابنته فهذا لا يجوز لكن لو سموا مهرا معرض البنت هذه راضي هذه راضي فأتى أخ فقال لي شاب أزوجك أختي مهرا لفلاني قالوا بعد أنت تستاهلوا عن زوجك أختي بمهرا لفلاني وهذه الأخت الموافقة وهذه الأخت الموافقة وبينهم هاي لها المهر وهذه المهر الزواج حينئذن حينئذن صحيح نعم الثاني نكاح المحلل وهو أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقد أو اتفق عليه قبل العقد ففي جميع هذه الأحوال يبطل النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجا والحاكم وغيرهما نكاح المحلل هذا رجل تزوج مرأة ثم طلقها طلق رجعية طبعا أول طلقها ثم راجعها وهي في العدة أو خرجت من العدة فعقد عليها عقدا جديدا ثم طلقها صار كم طلق الثانية ثم راجعها الله عز وجل يقول فيه كتابه الله عز وجل يقول فيه كتابه الطلاق مرتان يعني اللي فيه رجع مرتان ثم طلقها طلقة ثالثة فحينئذ الله رجعه فتبينوا منه بينونك كبراء يجزلوا لتزوجه من جديد في حالة واحدة متى؟ إن تزوجت زوجا غيره هذا بنص القرآن فإن طلقها فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها جاء الشرط في السنة أن هذا الزواج الثاني لابد أن يكون فيه وطء يعني فيه دخول من الزوج الثاني على الزوجة جاء في السنة الامرأة أراد أن ترجع لزوجها الأول ولم يدخل بها الزوج الثاني لعجز فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما ترجع لزوجه الأول حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتها يعني الدخول واضح فهذا جاء في السنة فإذا طلقها الزوج الثاني أو مات عنها جازل الزوج الأول يأتي ويتزوجها فبعض الناس قد يطلق زوجتها مرة ومرتين واطلقها الثالثة فحرمت عليه فماذا يفعل يأتي بصديق له أو أي إنسان يستعجره إيش راك يعطيك المال فلان وتتزوج فلانا وادخل عليها وطلقها لماذا حتى يستطيعه أن يتزوجها مرة أخرى فهذا حللها له في هذه الحالة لا تتحلل الزواج باطل ولا تتحلل وإنما تحل له فيما لو تزوجت لا بنيت التحليل الزوج الأول وإنما الزواج كالمعتاد ودخل عليها ثم ما جازت له طلقها أو مات عنها بعد الدخول جاز الزوج الأول يأتي ويتزوج أما إذا كان في اتفاق سواء في العقد هم جاي يعقدون ها زوجك ياها لكن ليلتين ثلاثة تدخل عليها بعد أن يطلقها عشان عشان بعياله وعشان متعلق بها ويريده ما تتحلل هذا حرام جاي في حديث اللي هو التيس المستعار لكن الحديث فيه ضعف لكن ما شو عند الفقهاء أنه يسمى هذا الزوج اللي أتى فقط يتزوجها حتى يطلقها وتحل الزواج الأول بالتيس المستعار واضح إذا كان في اتفاق سواء مكتوب أو شفهي أو حتى لو بالنية يعني واحد رأى صديقا له أو أخاه قد تعذب بفراق زوجته فيقول خلني أذهب وتزوجها ثم أدخل عليها ثم أطلق على شان صاحبي بهذا النية ما تتحل إنما الأعمال وبالنيات إذا تتزوجها بنية أن يحلل الأول ما يجوز أما يتزوجها على سبيل الزواج كالمعتاد ويدخل عليها ثم إذا رأى أن يطلق وطلق أو مات عنها جاز الزواج الأول يأتي ويتزوجها واضح طيب كم ثالثا إذا علق عقد النكاح على شرط المستقبل كأن يقول زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أو إن رضيت أمها فلا ينعقد النكاح مع ذلك لأن النكاح عقد معاوضة فلم يصح تعليقه على شرط نعم قال له زوجني ابنتك فلانة قال زوجتك زوجتك ابنتي فلانة ها السنة القادمة أو رأس الشهر أو بعد رمضان هذا ما ما يصح له أو إن رضيت أمها أو إن وافق أخوها أو إذا تخرجت ما يصلح لأن النكاح يعني لا يصح تعليقه بهذه الطريقة زوجتك نعم زوجتك قبلت قبلت حتى لو قال إن شاء الله وقصد بذلك التعليق إن شاء الله طيب إن شاء الله وقد لا يشاء الله قل زوجتك أو أنكحتك لابد من إنجازه من غير تعليق على أي شيء من الأشياء نعم وكذا لو زوجه إلى مدة كما لو قال زوجتك وإذا جاء غد فطلقها أو قال زوجتكها شهرا أو سنة بطل هذا النكاح وكذا لو وكذا لو زوجه إلى مدة كما لو قال زوجتك وإذا جاء غد فطلقها نعم أو قال زوجتكها شهرا أو سنة بطل هذا النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة نكاح المتعة نكاح المؤقت باطل كان مباحا ثم نهي عنه وأهل السنة يجزمون بتحريمه وبطلانه ما يجوز حتى إذا قال نكاح باطل وهذا في زنة يرد هذا الرافض ويقول طيب يعني كان الزنة مباحا لا ما كان الزنة مباحا كان الأمم السابقة الرجل يتزوج أخته أول ما خلق الله آدم عليه السلام الأخوة يتزوجون ثم جاء تشريع وحرم ذلك كان الرجل ممكن يجمع بين الأختين يجمع بين البنت وعمتها البنت وخالتها كان يتزوج زوجة أبيه بعد وفاته فنسخت هاي الأحكام إذا نسخ فلا يجوز الآن لو شرب أحد خمرا كان مباحا فأصبح حراما فيأتي يستدل بإباحتي قبل النسخ هذا فاسق فاجر لشرب الخمر ما يقال طيب الصحابة اللي كانوا يشربون فساق فتجار ما كان حراما أنا ذاك لم يكن من الكبائر بحيث لو شرب إنسان خمر في أنا ذاك يعتبر يعني أتى بكبيرة ولا فاسق ولا فاجر لكن بعد ما حرم بعد ما أصبح من الكبائر حرام ما يجوز إنسان يشرب الخمر ولا يجوز أن يتزوج زواج متعة بعد أن ولو كان مباحا قبل النهي واضح والعجيب أن تحريم نكاح المتعة رواه علي بن نبي طالب رضي الله عنه كمصائل مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فحر ما إلى الأبد لا يجوز فمن تزوج بتاريخ معين ينتهي الزواج بتاريخ يسمى زواج متعة زواج مؤقت وهذا الزواج المتعة زواج مؤقت مع أنه حرام لابد أن نعرف الفروق بينه وبين الزواج الصحيح الزواج المتعة بتاريخ معين بحيث إذا انتهت التاريخ ينتهي الزواج بغير طلاق خلاص انتهت صلاحيته تزوج مدة شهر انتهى الشهر تلقائيا ذهبت هي لم تعد له زوجها والآن لأن التوقيت انتهى هذا واحد اثنان ما يتوارثان ما يرث أحد من آخر لو مات أحدهما فيه في فترة الزواج المتعة ثالثا ما تعتد عدة المطلقة لأنه أصلا ما يطلقها وإنما لا يطلقها وإن تده انتهت العدة تستبرئ بحيظة حتى تتأكل أنها ليست حبلة ليست حاملا وتتزود آخر ففرق بين هذا وبين الزواج الصحيح ولذلك ما يسمى اليوم بالزواج المسيار هذا اسم اصطلاحي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زواج اسمه مسيار لكن من أين أتى هذا أتى هذا من من واقع هذا الزواج أنه يزورهم ويرجع يسير عليهم ويرجع خليها في بلد أخرى مثلا ويتردد عليها أو حتى لو في بلده يتردد عليها فيسمه مسيار لكن هذا الزواج صحيح لابد لأيش له من ولي ولابد له من مهر ولابد له من شهود بعدين لو أراد أن يطلقها يطلقها ماله تاريخ ينتهي منه ولو مات أحدهما ها لورث الآخر وإذا طلقها تعتد وإذا اعتدت لو حقا راجعتنا العدة ويحرم على أن تتزوج ولا أن يتزوج أحد وهي في العدة أين هذا من هذا يختلف هذا يختلف ثم أن السودة رضي الله عليها تنازلت عن ليلتها لعائشة فكذاك لو أن المرأة تنازلت قاد مرأة لنا سير على لنا بالشهر يومين أو ثلاثة أيام أو في الإجازات وهي مواقع على ذلك وهي في بلد وهو في بلد وتردد عليها بالزواج بجميع أركانه وجميع شروطه قبول وإجاب وولي ومهر وإشهار هذا لا بأس به كون عدد حق المرأة هي تنازلت عن ليلتها أو لا تأتي إلا بالسبوع مرة هي تنازلت ما في مشكلة لكن زواج المتعة زواج محرم زواج محرم من نصفه صريح وصحيح ثم هو ما في طلاقة ينتهي التاريخ تنتهي صلاحيته ولا يتورثان ولا ويتزوم غير ولي غير ولي وما يفعله عداء الإسلام المسلمين من الرافضة نعم قال الشيخ تقي الدين الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها طبعا الرافضة يزعمون أن الذي حرم من نكاح المتعة عمر الخطاب ليس بصحيح عمر الخطاب حرم حرم متعة الحج متعة الحج هو أن يعتمر ويحج في سفر واحد لقوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهد هذا متعة الحج معناها أنه في سفر واحد نفس السفرة يعتمر ويتحلل ثم يحرم للحج ويحج يأتي من سوكين في سفر واحد فهذا يذبح هديا شكرا لله عز وجل فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهد عمر الخطاب وأبو بكر الصديق قبله نهي عن إفراد الحج عفوا نهي عن التمتع وأمر بإفراد الحج لما قال حتى الآن قطع البيت من الزوار لأن الناس فقط يأتون موسم الحج عمره حج عمره حج أيام السنة ما يأتي أحد ثم عد شوف كيف الناس يعني تهوي لهذا البيت فيه طول أيام السنة والصحيح أن الأنساكث هذا كلها صحيح الإفراد والتمتع والقرام واضح وسنة النبي عصر واضحة وظاهرة أنه أمر من لم ينصق الهدي أن يجعلها عمره كانوا قد لبوا بالحج فيجعلها عمره معنى أنه يعتمرون ويتحللون ثم انتظروا اليوم الثامن يوم التروية فأحرموا بالحج فصار هذا هو السنة أنه يجوز أو ربما يستحب عند بعض العلم وبعض قال واجب اللي هو التمتع عمره يتحلل منها يحج أما متعة الزواج تزود زواج مؤقت لم يحرمه عمره حرمه النبي عليه الصلاة والسلام واضح وإن كانه يتمتعنا قبل ذلك نعم وقال القرطبي الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض من الروافض نعم ثانيا شروط فاسدة لا تفسد النكاح لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقه أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصح النكاح لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يلزم ذكره ولا يضر الجهل به نعم هذه الشروط اسمها شروط فاسدة يعني يفسد الشرط فقط ما يفسد العقد العقد صحيح طيب لو اشترط عليها أقل من ضرتها هذا يلزم وافقتها إذا ما وافقت لا يقسم لها كما يقسم ضرتها واضح نعم ومن ذلك أنه إذا شرطها مسلمة فبانت كتابية فالنكاح صحيح وله خيار الفسخ لأن الكتابية العفيفة يجوز زواج منها نعم ومن ذلك أنه إذا شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب فبانت بخلاف ما اشترط فله الفسخ لفوات شرطه فله الفسخ يعني لو ما فسخ قال خلاص أنا اشترط أنها جميلة ووصفوها أنها جميلة فلما دخل عليها وجدها ليس جميلة قال يا الله هم شي الدين وافق عليها هنا العقد صحيح واضح نعم ومن ذلك أنه إذا تزوج امرأة على أنها حرة فتبين أنها أمى فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإماء فرق بينهما وإن كان ممن يحل له ذلك فله الخيار من الذي يحل له تزوج الأمى مرمى عدس ماضي ذلك لمن خش يلعنت منكم يعني الذي يخش المشقة الشديدة لو لم يتزوج وليس عنده قدرة تزوج حرة ولا أن يشتري مملوكه فذهب وتزوج مع مملوكه ما يستطيع يتزوج حرة ولا يشتري مملوكه فذهب وتزوج مملوكه إذا كان يخش العنة قال جلو على ذلك لمن خشي العنة منكم يعني المشقة الشديدة ما يستطيع يصبر ولا يستطيع تزوج حرة ولا يستطيع يشتري مملوكه لماذا لأنه لو تزوج زواج من مملوكه أولاده سيكون رقاء أولاده ممالك واضح حر تزوج مملوكه مملوكه عند ناس مش مملوكه كانت مملوكه واعتقد إذا اعتقد ما يقعها مملوكه خلاص أصبعت حرة لكن هي ما زلت مملوكه عند الناس وذهب وتزوجها وأنجب منها أولاده رقاء لو تسر مملوكه مملوكته تسراها أولاده أحرار طبعا تزوج حرة أولاده أحرار تزوج مملوكه أولاده ممالك تسر مملوكه ملك يمين لا أولاده أحرار فلأن الأولاد سيكون ممالك فيما لو تزوج مملوكه يكره كراه شديدا إلا في حالة واحدة قال جل وعلا ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والعنة المشقة الشديدة اللي ما يستطيع إنسان أن يبقى بلا زوجه ولا يستطيع يتزوج حرة ولا يشتري مملوكه يتزوج مملوكه نعم وكذا لو تزوجت المرأة رجلا حرة فبان عبدا فلها الخيار نعم وإن عتقت أمة تحت عبد فلها الخيار لأن بريرة لما عتقت تحت عبد اختارت مفارقته كما رواه البخاري وغيره نعم بريرة ومغيث مملوكة بريرة ومغيث فبريرة كاتبت سيدها كاتبت يعني بينه وبين كتاب تعطي المبلغ فلان مبلغ فلان أغصاد سمونه نجوم متى ما تمت المبلغ تصبح حرة شرت نفسها يعني لكنها مكاتبة تدفع شيئا فشيئا وزوجها ما اسمه مغيث طيب زوجها مملوك وهي مملوكة فعايشة رضا عنها ساعدت بريرة على قتق نفسها فأنفقت نفقة واعتقت بريرة فأصبحت بريرة حرة وزوجها مغيث مملوك وكان يحبها حبا شديدا فرغب أن يستمر معه فأبت هي حرة ومملوك أبت أن ترجع له فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الحالة والشدة تعلق مغيث ببريرة أتى إلى بريرة فقال هل لك في مغيث يعني ترجع الله فقالت يا رسول الله تأمرني أم تشفع كان أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فطعت الرسول صلى الله عليه وسلم مواجبة هي مسلمة صحابية والله دلو على يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والله جل وعلا يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله وما أتاكم الرسول فأخذوا وما نهاكم عنه فانته هل أمر منك أني أرجع لمغيث ولا جئت تشفع شفاعة شوف السؤال دقيق فقال بل أشفع فقالت لا حاجة لي فيها وهذا فيه فائدة عظيمة وهي أن الشفاعة ليس بضر أن تقبل يعني بعض الناس يأتي يشفع إما تقبل شفاعتي ولا فيكم وما فيكم ما وجبني ما كأخي هذه الظروفة أنه ما يريد أن يعفو أو ما يريد أن يدفع أو ما يريد أن يبيع أو ما يريد أن يشتري أو ما يريد أن يزوج ممكن يأتي واحد خطوهم بلأتي ما يريد أن يزوج فلا فيأتي هنا الشفاعة لازم أجبت شفاعة لازم أزوج لا يبقى لي الرأي أنت تشفع فقط فالشفاعة ليس بالضرورة أن يستجاب لك إذا شفعت ماضح وليس بالضرورة أن تستجيب لمن شفع كالنصيحة أيضا النصيحة ليس بالضرورة أنك تأخذ بالنصيحة يمكن يجيك أو أنسان ينصحك بنصيحة أنت ترى أن ليست مناسبة أما أنت تأخذ بنصيحتي ولا أنت لا تسمع النصيحة طيب افرض نصيحتي أنت وجدت نظرك أنا كلامي أصوب من كلامك لازم أسمع نصيحتك هذه نصيحة ابزلها وأنا عد أنظر أأخذ بها أم لا فهنا نظر العبرة الشافع من الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذاك لا مصلحة لها تعود إيش ستكون زوجة عندها مملوك وهي أصبحت حرة إن كان هذا أمر نبوي يجب أن تطيع وإن كان مجرد شفاعة وإن كان هو الرسول عليه الصلاة والسلام فهي لا حاجة لا فيه فقالت يا رسول التامر يام تشفع قال أشفع قالت لا حاجة لا فيه فكانه مغيث يطاردها في سكك المدينة يعني متعلق فيها جدا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث هي تبغضها بغض شديد ما تريد ولذلك على المسلم لا يتعلق بمخلوق حتى لو يحب زوجة أو ولد أو بنت أو كذا لا تتعلق به تعلق بالله وحده سبحانه يعني ممكن تبعي لاحظة تفقد أباك أو أخاك أو أمك أو ابنك أو زوجتك بحيث لو أن نقدر الله ماتت زوجتك ولا مات ابنك وتمت متعلق به تعلق تنهار وتموت من بعده هذا دليل على ضعف الإيمان الخسارة حقيقيا يخص إنسان دينه فقط أما الدنيا هذه كتب الله الفراق على الجميع واضح؟ زوجتك إن لم تطلقها ربما هي طالبة المخالعة إن لم تمت عنها ماتت عنك ولا أنت تفقد ولا يتفقد لن يظل أحد مع الآخر إلى أن تقوم القيامة ما يمكن هذا فالإنسان يوطن نفسه بأنه ممكن يقدر الله عليه وفاة ولد ولا فاة زوجة ولا مفارقة يكون مستعدا ويكون همه الأكبر والأعظم هو أن يرضي الأعزل لأنه مخلوق لماذا خلق؟ لأن يعبد الله سبحانه وتعالى لا يعني هذا الإنسان لا يحب زوجته لا بالعكس محبة الزوجة يحمد الرجل على محبة لزوجته بل الله جل وعلا قال في كتابه من آيات خلق لكم أنفسك بأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة جعل الله بين الزواج المودة يعني الحب وفي صحي البخاري سؤل النبي عصد سام من أحب الناس إليك صحي البخاري قال عائشة الرسول يحب عائشة وصرح أن أحب الناس إليك فقيل له هو من الرجال قال أبوها أبوك الصديق قيل له ثم من قال عمر فالرجل يحب زوجته هذا أمر محمود ولا مذموم محمود عيب ولا أو ليس بعيب لا ليس بعيب بل المبغوظ الإنسان ذلك الذي لا يحب ولا بحب ربنا جل وعلا يحب ويحب قال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبوا ما يحبون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله لا أعطينا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيحين لا أعطينا الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بل هذا الإنسان يعني مذموم إذا كان لا يحب ولا يحب فلان أعوذ بالله ما حد يحبه ولا لا هذا مذموم أو فلان ما يحب أحد ما يحب إلا نفسه هذا مذموم فكونه يحب ويحب هذا هو هذا الذي يحمد على الإنسان فيحمد الإنسان أنه يحب زوجته ليس بعيب بل هذا مستحب بل هذا من فضل الله على الزوجين أن يكون بينهم مودة ورحمة لكن المقصود لا يتعلق بحيث لو ذهبت هذه الزوجة أو هذه المرأة أو هذا الابن كأنه خسر دنيا وآخرتها هذا غلط غلط كبير بل الأصل أن تجعل همك إيش الآخرة مرضات الله عز وجل خسران الدين هو الخسرة قل إن الخاسر الذي خسر ومفوسه مهلم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين كيف يخسر خسران المبين آخرة يعني خسر دينا هم بداخل جهنم هذه الخسران اللي ما بعده خسارة ما في لا استئناف ولا رجعة إذا خسر إنسان دينا دينه رأس المال فاستمسك به وضياعه من أعظم خسران أما غير الدين احرص احرص على ما ينفعك يعني في دينك ولا دنياك ها في دينك ولا دنياك احرص احرص على زوجتك على أولادك تربيهم تحبهم تودهم يحبونك لا بأس لكن لا تتعلق إلا بالله وحده وإذاك لما اختبر الله عز إبراهيم عليه السلام اختبروا بماذا مما اختبروا به أن يذبح ابنه مع أن قد ايش أحب ابنه وقد رزقه على كبر سن وكان صالحا مش وعد ماذي والديه اللي يقول روح عساك ما ترجع لا كان صالحا فلما بلغ معه السعي يعني كما يقول هذا التفسير ذهبت مشقته وأقبلت ثمرته صار يعني ما شاء الله ولو يبني البيت البيت الحرام مع والده ولد صالح في هذه اللحظة أمره الله أن يذبحه قالوا حتى لا يبقى تعلق لإبراهيم بغير الله عز وجل يكون خالص قلبه لله فاستجاب لذلك ولم تكن استجابة إسماعيل بأقل من استجابة إبراهيم فقال يا أبت افعل ما تمر إني أرى في المنام أني أذبحك قال افعل ما تمر يا أبت افعل ما تمر ستجده إن شاء الله من الصابرين بهذا رفعهم الله فذلك الله يقول جل وعلا في كتابه وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ما أمر الله بشيء إلا أتمه كما ينبغي كما قال الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرته فاستقام كما أمره الله فإذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ما أبقى أحدهما الشيء لغير الله في قلبه فلذلك أحبه الله عزيز واتخذ خليلا وهي أعلى مراتب المحبة رتبعالي هذه واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا ونحن نتشبه بهم وتشبه إن لم تكن مثلهم إن تشبه بالكرام فلاحوا يعني الواحي يوطن نفسه إنه يجعل الدين هو هم شي محبة الله فوق كل شي محبة الله فوق كل شي فأمر الدنيا إن أتى حمدنا الله وشكرناه عليه إن لم يأتي فالحمد الله على كل حال المهم لا تكن المصيبة في الدين واضح؟ طيب كم باب في العيوب في النكاح هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح منها أن من وجدت زوجها لا يقدر على الوطئ لكونه عنينا أو مقضوع الذكر فلها الفسخ وإن ادعت أنه عنين فأقر بذلك أجل سنة فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ طيب باب في العيوب في النكاح هذا العيوب تكون في حد الزوجين وذكر الفقاء بعض الفقاء الشيء من ذلك واليوم زالت العيوب لأن الطب تقدم يقولك هذا في كذا وهذا في كذا وهذا في كذا الشيء كثيرا سابقا كانوا يقولك عنينا العنين هو الذي لا يستطيع أن يطأ زوجته فيه ضعف أو مقطوع الذكر يقع عن مجبوء له حادث شيء قطع ذكره جاءك تزوج نرد العادي فلما دخل على الزوجة وجدت مقطوع الذكر هذا لا حق أن تطالب وتفسخ العقد لأنه غشهم بذلك ولها مصلح هي في الزواج كيف تنجب كيف تعف نفسها وهذا مقطوع الذكر أو عنينا ضعيف أو مخصي المخصي ما تقوق الخصيتين هذا أيضا ما يستطيع يعاشر لكن إذا كان عنينا يعني فيه ضعف فماذا يقول يعطى سنة يحاول علاج يحاول يمكن نفسيا في الناس مرعة نفسيا ما يستطيع يمكن مع العلاج يمكن مع إن مضت السنة ولم يطأ زوجته ليس كما يقال ما هو طبيعي فهذا حين أذن من حق القاضي إذا رفعت نفسها القاضي أن يفسق العقد طيب طيب لو هي رضيت به هو عنين لكن ينقو خاص حاط لي بيت موكنني مش هدربني ما عندي لو طلقني أنا أذهب الحمد لله هذا الزوج ممكن مرأة وقد تكون أرملة وقد تكون مطلقة وقد تكون فقيرة فرضيت به وإن كان عنين خلاص يمشي الحال لكن إذا كان عنين أو كان مجبوبا أو كان مخصيا وهذا عيب في الزوج من حقها أن تطالب فسخ العقد واضح الآن ستأتي عيوب في المرأة نعم وإن وجد الرجل في زوجته عيبا يمنع الوضع كالرتق ولا يمكن زواله فله الفسخ نعم الرتق يعني أن يكون فيها شيء من الانسداد قد تكون صماء ما هي ما لها فرق قد تكون أيش فيها ورم قد يكون فيها شيء من العيوب اللي ما يستطيع حتى أيش أن يستمتع بزوجته فيه أشياء كثيرة ذكروها يعني الآن سيذكر شيء العلماء ذكروا أشياء قد تكون غريبة بعد نعم وكذا من وجد منهما في الآخر عيبا مشتركة كالباسور والجنون والبرص والجذام وقرع الرأس وضخر الفم فله الخيار لما في ذلك من النفرة نعم هذه أمراض ممكن تجده مجنونا أو فيه برص هل برص يضرها أو لا يضرها يضرها ممكن يأتي أولادها فيهم برص وإن وجد هو فيها برص هذا عيب مشترك أيضا يضره يأتي هذا ينتقل الأولاد يقول ما قلت لي أن فيها برص يحق لها أن يطلب فس وقرع الرأس يعني قد يكون بعض الناس في رأس يعني جروح قراحة يعني فيها دمامل فيها دم فيها رايحة مرض يعني مش أصلع صاقط الشعر لا وإنما فيه يعني فروة رأس مرض أو بخر الفم يعني رايحة كريهة وهذا الآن الطب الحديث اكتشف أن لها أسباب قد يكون من المعدة قد يكون من اللثة قد يكون من الأسنان قد يكون من اللوز فما تستطيع المرضة تصبر مع هذا الزوج أو هي بالعكس فيها رايحة ما يستطيع فيحق لكل منهم إذا وجد شيئا من ذلك العيب الظاهر أن يطلب فسخ العقد طيب قال لماذا الزوج لا يطلق مدام وجد فيها العيب الفلان لا انطلق قد يعيبه الطلاق يعني أول ما دخل عليها وجد فيها برص بعد أسبوع طلقها الناس ما يزوجون بالأسبوع طلق زوجته ما عاد يزوجونه أو ما يزوجونه إلا بالعسر لكن أصلا فيها برص وما علموه ولذلك وما طلق القاضي فسخ العقد هذا يعطي سمع أحسن ولا يعطي سمع أحسن فالطلق الطلاق يعيب الرجل كما يعيب المرأة بمعنى يعيب يعني قلل من من رغبة الناس فيه الأعزب الناس ترغب الأعزب أحسن المطلق لا بس أبشركم بعد المطلق عند الناس أحسن المتزوج للأرمل أحسن المطلق لماذا لأن الناس يقول هذا مطلق خاف أن يردع زوجته ويزوجون أحسن ما عنده زوجته لكن مطلق يمكن صالح يرجع المشكلة أن بعض الناس مطلق إذا تزوج رضي الزوجة الأولى طلق هذه الثانية من أجل أن يرجع للأولى فالناس بعضهم ما تلوم أنه ما يزوج مطلق أو ما يزوج متزوج لأن فيه كثير من الناس ليس على قدر المسؤولية تزوج ربما يقدم ثم بعضهم ترى يتزوج عقوبة للزوجة الأولى فأول ما يتزوج صار حلو فيروح يطلق الثاني من أجل إيش بس ما تعدينها هذا ما يجوز ما يجوز أنت ما مستطيع تزوج تزوج أما تطلق واحدة علشان واحدة أرضاء لهذه هذا غلط هذا اللي أفسد حتى سمعة التعدد هذا لا يجوز تزوج صح إذا تزوجت ثنتين هذه عينك هذه عينك أي العين أنت تعتني بهما تعتني بهذه جديدة وقديمة أم العيال والجديدة في ناس بالعكس يجعل الأولى أم العيال هي الأصل كل شيء له وهذه كأنها نافلة وفي ناس بالعكس إذا أخذ هذه سموها الجديدة والثانية أهملها هكذا يفشل الزواج المفروض تعامل الزوجتين كالعينين هذه عينك وهذه عينك تعطي كل هذه حق حقه واضح فإذا وجد إنسان عيبا في الزوجة ليس بضره يذهب ويطلق لأن الطلاق يعيبه ها مطلق الناس ما الزوجة أو ما يزوجون إلا وحدة مطلقة بعد ولا أرملة ولا كبيرة ولا ما هي جميلة لكن إيش هو فيها عيب وأخفوه عنه يعني دلسه غشه فيطال بفسخ العقد لأنه يذهب ويطلق من تلقاء نفسه واضح طيب العيوب كثيرة الآن ممكن واحد في سرطانات في فشل كلاوي في وباء كبدي في أشياء تضر أشياء ما تضر في أشياء ما تدع الاستمتاع تام أو الخدمة تامة يطلع والله يشوف بالنهار ما يشوف بالليل يطلع مثلا يضيق النفس يطلع مثلا شديد العصاب ممكن فيه مرض نفسي ممكن يتعاطى علاج نفسي من المستشفى إذا ترك علاجه شبه مجنون أشياء كثيرة اليوم فلازم يكون إيش على بينه إذا كان في البيع والشراء قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين بورك لهم في بيعهم لكن قال فإن كتم وكذب محق محقة بركة بيعهم هذا بعشراء أهوى بكثير من الزواج فالواجب البيان الواجب البيان واضح حتى إيش ما يغش أحد من الآخر والله أنا وضعي كذا كذا أعاني المرض الفلاني أخذ العلاج الفلاني أو المرأة والله فيها صرع ولا فيها حالات كحربة ولا في حالات كذا وكذا نعم نعم تحب تحب ما تحب كذا واضح طيب إذا رضي بالعيب وقد علم به ينظر هل هذا العيب أخبر به قبل الزواج إن كان قد أخبر به قبل الزواج ووافق ما يحق لهم أن يطلب الفسخ ها بعد ما بعد ما تزود مثاله اشترضها بكرا قال لا والله هذه ثيب تزوجت ملا قسم وتطلق قال خلاص ثيب ثيب بعد ما تزوجت قال لا ثيب انا ببكر حق له يطلب الفسخ لا لانه اخبروك بانها ثيب ووافقت ما تأتي بعد ما وافقت وعلمت بالشيء الفلاني تطالب الفسخ هذا واحد الامر الثاني اذا رأى العيب وسكت يعني مثلا بعد ما دخل الزوجة وجدنا فيها برص ولا بهاق فوافق على ذلك بعد سنتين ثلاث سنواتهم شاف المسألة مصاريف زادت ودي غير ودي بد قال لا ما قلت لي فيها برص طيب ما انت رأيت وسكت يحق له ما يحق له واضح طيب لو سكت مدة معينة قال انا انحرجتني اقول من الان ما اريد وضع كذا كذا لا بأس اما واحد سكت وعاش وكذا بعدين يفتح الملفات من جديد يقول لا ما قلت لي لا يقبل وهذا كل عنده قاضي كل قاضي عاد رأيه نعم فضل قال العلامة ابن القيم كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو اولى من البيع انتهى يوجب الخيار يعني ان يستمر او لا يستمر وهذا كلام جيد قال كل عيب يعني حتى لا يحصدك في عيوب معينة ذكر الفقهة بعض العيوب كذا كذا في الرجل كذا كذا في المرأة كذا من العيوب المشتركة بين الزوجين كالبرس كالجنون لكن الله قال كل عيب كل ما يعني معروف انه عيب عند الناس نعم ولو حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد فللآخر الخيار يعني بعد ما تزوجها اصيبها بجنون او اصيبت بجنون او اصيبها بمرض او اصيبت بمرض ما تستكمل معها او ما يستطيع يكمل معها فمن حق الطرف الآخر ان يطلب فسخ العقد نعم ويثبت الخيار لمن لم يرضى بالعيب من الزوجين ولو كان به عيب مثله او مغاير له لان الانسان لا يأنف من عيب نفسه ومن رضي منهما بعيب الآخر بان قال رضيت به او وجد منه دليل الرضا مع علمه بالعيب فلا خيار له بعد ذلك صح واحد نظره ضعيف يرى في النهار ما يرى في الليل فتزود تزود ولا هذي بعد نفس الحالة ترى في النهار ما ترى في الليل فقط ما اخبرته قال حتى اني ما تشاه طيبان هو انا ما اشتكه من هال مشكلة بعد اثنين بالليل ما نشوف فعلى قال انا اخذ واحدة تشوف بالليل عشان انا ما نشوف فلو كان العيب فيه الانسان يرضى في العيب اللي فيه لكن ما يرضى في العيب الآخر واضح طيب لو حقا يطلب الفسخ نعم وحيث يثبت لاحدهم الخيار فانه لا يتم الا عند الحاكم مم لانه يحتاج الى اجتهاد ونظر فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار او يأذن لمن له الخيار فيفسخ هذا امر مهم جدا لا يتم الفسخ الا عند الحاكم لاحظ يعني مثل لو تزوجت امرأة من رجل قالت لا هذا شخيرة قوي طول الليل ما اقدر انام فسخ فانه موش على كيش فسخ فانه يروح يشوف الحاكم يش يقول انه اقتنع الحاكم ان هذا فعلا عيب يلسزم الفسخ فسخ مش انت تقرر انت تدعي ان هذا الشي فلان عيبي فلان ان الان اكثر الناس خاصة مع ضعف الدين كل واحد يتدعي شي خاصة هذا مريض نفسي هذا مريض نفسي هذا عند المحامين يعني الشكوة جاهزة بس كل ما جاية مدعي ومدعي غير بس الاسماء كل واحد يتدعث مريض نفسي لا ولا مو صاحي لا ولا هي اللي مو صاحي ما خلصنا ثم حتى لو كان عنده مثلا ملف الطب النفسي والعالد ايادة نفسية مش ليس بالضرورة معنى انه مجنون وهذا الطب النفسي الان هم بعد قالك يصلي الانسان فيه نفسي معين اكتئاب ما اكتئاب ونقولك ستة اربعة العالم فيها اكتئاب ما يعني الاكتئاب معنى انه مجنون فيرفع حين اذا لو اصرت انه هذه تعاطى علاج نفسي كذا تعال ما انكرت وعندي ملفها تعال جيب التقرير وجيب كذا حتى ينظر القاضي هل هذا المرض اللي يعاني منه او ياخذ لعلاج واصل ادرجة الجنون انه تستحق المرة مع فسخ العقد او لا ما يكفي ان ادعي احد الزوجة على الاخر ويطلب فسخ العقد الفسخ اين يكون عند الحاكم حتى ينظر لانه وجهة نظر تختلف نعم وان تم الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها واضح ان تم الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها نعم لان الفسخ ان كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها وان كان منه فقد دلست عليه العيب فكان الفسخ بسببها نعم واضح نعم كمل وان كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد حتى لو ما دفعه لكن كتب المهر فراني ثم ما دخل عليها ثم حصل الفسخ لسبب لها المهر نعم لانه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط نعم ولا يصح تزويد الصغيرة والمجنونة والمملكة بمن فيه عيب يرد به النكاح لان وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة لهن نعم وان لم يعلم وليهن بالعيب فسخ النكاح اذا علم ازالة للضرر عنهن المفروض الولي يتصرف يزوج بما فيه مصلحة للبنت للأخت فان زوج من فيه عيب ما يجوز لانه المفروض انت ولي تعمل لما فيه مصلحة لها حتى لو انها في نفس نظرك ان هذا ليس بعيب لكن هو بالنسبة لها عيب فحين اذا لو زوجها على عيب في الزوج من حقها ايش تطلب الفسخ نعم واذا رضيت الكبيرة العاقلة مجبوبا او عنينا لم يمنعها وليها نعم لان الحق في الوطء لها دون غيرها نعم اذا رضيت الكبيرة العاقلة مجبوبا يعني مقطوع الذكر او عنينا اي عاجزا عن الوطء لم يمنعها وليها لان هذا حقه قالت انا راضي بعيش بعض النساء لها مصلحة بالزواج يمكن السكنة يمكن الجنسية يمكن الراتب يمكن اشياء الناس لها ظروف كل واحد ليس بحرم يعني لو انسان تزود لمصلحة حلال ولا حرام اصلا ما في شيء للمصلحة المحظور ان تكون مصلحة محرمة تبهتوا ان تكون مصلحة محرمة اما المصلحة الدنيا مصالح اللي قلقوا الدنيا مصالح الكلام صحيح لكن ايش ما المحظور اذا كانت مصلحة محرمة اما واحد والله مصلحتي اني ابي فلوس مصلحة اني ابي حطي قام مصلحة اني ابي تجنس مصلحة اني اني والله يهابوني اهلي في بعض الناس مات الاب فاستضعفوا البنت الاخوة اربعة خمسة ستة معا لها حقوق لها ميرات لها كذا يدخنا تزود ها صار عندي زوج حت له عنين حت له مجبس اسمي عندي زوج اخواني حسبون حسابنا اني عندي زوجة الآن هذا واقع فكل انسان ينظر في مصلحته كانت مرأة كبيرة عاقلة ولها مصلحة في هذا الزواج ولو كان هذا مجبوبا او عنينا وافقت لا يسل لوليها ان يمنعها واضح طيب قال وان رضيت وان رضيت بالتزوج من مجنون ومجذوم وابرص فلوليها منعها منه لان في ذلك ضررا يخشى تعديه الى الولد وفيه منقصة على اهلها نعم هذا يضر العائلة كل هذا زوج واحد مجنون او فيه جذام او برص طيب نكتب على القدر والله تلاعلم وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى اهل وصحبه اجمعين